اهلا بحضرتكم من جديد والتاني هقول لكم اللي حصل بيننا وبين المهندس عدل في الفاصل وانا مش عارف مش عارف تحبقي معاك عشان ما خميش حاجة عنكم كنت بسأله الالي حيشارك في كاس الرابط السندي ولا لا ها قول للناس اللي انت قول لا انا شاء بدون مصادرة ايو على الرأي الفني او الرأي الرسمي انا كاعلامي انا كواحد او حتى امنيتي كواحد اعلامي عني اه عجبتني تجربة مسلماني في اول اه لما شارك فيها بولاد صغيرين وهكذا ينبغي ان تكون بالذات البطولة دي اهدافها بالنسبة لنا واضحة فيها ايه اه واحد يقول لك كل بطولة نخشها عايزين نكسابة وماله نبقى عايزين نكسابة برضو من خلال تجربة زي دي لان الحقيقة احنا نفسينا شوفنا لعيبة ما كناش متوقعين اه رأفة خليل اه زياد طارق زياد طارق كتير اللي اتباع اتباع واللي اعير اعير وكانت فاترينا جيدة ده فيه منهم لعيبة ياسر ده بيلعب تشكوز الفاكه اه محمد ياسر وفرد بالجاه الصح عامل ايجابيات يعني بالجاه الصح اه اه فانت انت عندك عندك حاجات كتيرة تحتاج لمسل هذه تحتاج متشاط ودية لا دلوقتي انت دي بطولة اثناء التوقفات يلعب رأيي يعني احب اشوف احب اشوف الجديد الناقهين البعاد يعني اعتقد انها تبقى انها فرصة كوائزة عجبت للتجربة اه ما عرفش اتناس ما عرفش ظروف تسمح دلوقتي ولا لأ على فكرة يا جماعة يعني هي فيها وجهتين نظر واحدة منهم ليها علاقة باللي احنا بنقوله يعني وجهة نظر هي القرار لم يصدر بعد اتحاد الكرة بعت او الرابطة بعتت للاندية التمنتاشر اعضاء الدوري للمشاركة ولايحة البطولة او الوسيقى بتاعتها وجهة النظر المتحفزة في الاول على المشاركة بتقول ان الاهل حينقصوا حوالي سبع تمن لعيبة هيكونوا مع المنتخب الاول وقد يختار ميكالي للمنتخب اللي لن ببعض اللاعبين فالاهل قد يغيب عنه حوالي عشر لعبين دوليين في خلال فترة البطولة اللي هتتلعب اثناء كاسو الامم الافريقية تقريبا نتحدد لها من 7 يناير لغاية 11 فبراير فهنا التحفز جاي نتيجة انه مع هذه الغيابات الكثيرة ربما يكون فيه ضغوط بسبب النتائج وانك انت نتائجك ممكن ما تبقاش احسن حاجة فده يمثل ضغط عصبي على الفريق وعلى اللاعب وعلى الجهاز دي وجهة النظر المتحفزة وجهة النظر الايجابية اللي ممكن اي حد برا الاطار دايب اشايفها دي بطولة فرصة ذهبية جدا للاهلي وللجهاز الفني اول حاجة عندك عدد كبير من اللاعبة محتاج يشارك في المباريات ما بيلعبش يعني ممكن تعدد ناس كتير قوي انت تتمكن انت وجهتين النظر دي التانية دي التانية وجهة النظر التانية انه المكاسب كتير قوي انك انت عندك عدد كبير من اللاعبة لا تتاح ليهم فرص المشاركة والتجهيز ربما دي كانت افضل فرصة لتجهيزهم عندك عدد كبير من الولادة الصغيرين موليد 2005 كان واق الرياض واخد منهم في المنتخب الشباب 6-7-8 يعني فيه عناصر برو موسينج عندهم 18 سنة وده سنه مش صغير لا وتحت السن كمان وعندك في فريق 2003 تحت السن عدد من اللاعبة اللي ممكن دي تكون اخر فرص لظهورهم وتقييمهم بشكل موضوعي او تسويقهم تجاريا بشكل احسن فدي فاترينا او توقيت البطولة مهم جدا للاهلي فيها هذه المكاسب ده لما تلاقي مثلا ندفد محتاج عدد منه المباريات قيس على كده بقى محمود متولي مع عودته اكرم توفيق مع رجوعه ومشاركته كريم الديبيس مع مشاركته عايز عدد من المطشاط انت عندك فرصة حقيقية في بطولة جادة لو الاهلي تخلص من ضغط النتائج لانه من الوارد جدا للنتائج ما تبقاش احسن حاجة بس الفرق الكبيرة زي الاهلي عالميا لما بتدخل اي بطولة بيبقى التارجت او الهدف بتاعها معلن انا داخل البطولة دي اهدافي كذا اهدافي التجهيز اهدافي التسويق اهدافي ان انا استكشف عناصر جديدة مش اول هدف عندي الفوز بالبطولة فلو لو الرؤية دي واضحة عند الجمهور هيخلص الفريق والجهاز من الضغط العصبي اللي بيخشى وقوعه في حال اي نتيجة غير ايجابية سدقني يا استاذ ابراهيم اهدافي الجمهور بيبقى وحشوا الاهلي اهدافي يعني انت مجرد ما هتلعب الناس هت لكن احنا في كل حوال نرجع تاني ليده في المية مش زي ليده في المية وبنرغي واخد بالك لا ندعي ان احنا رأينا الصواب ولا ينبغى ان يؤخذ رأينا وكأنه توجيه او ضغط هي طرح وجهات النظر اللي بيقول لا بيقول لا ليه واللي بقول اه بيقول اه ليه وعلينا يعني او على متخص القرار انه ياخد القرار اللي يناسبه هو مش اللي يناسب افكارنا ايوا وحنحترمه وحندعوه ومؤكد حيكون عنده معطياته برضه لانه احنا دايما لما بنتكلم مش حطين في اعتبارنا انه صعب القرار عنده معطيات قد لا نعلمها بالزبط كده ده اللي عايز اقوله اللي ييده في المية مش اللي ييده في النار